وكمان أنديل هو ارتبط بعلاقات صداقة قوية جدا مع ناس كتير من الوسط لكن أنا أظن أنه علاقته الأغرب كانت مع الأستاذ محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب بالضبط أستاذ محمد عبدالوهاب كان معاجب بصوته جدا لدرجة أنه كان كل يوم لما كان هو ساكن في العباسية في بيته القديم كان بيطلب محمد أنديل بالاسم أن يروح يغني له وكان مسيقار الأجيال بقى كمان محمد عبدالوهاب بيغني ثلاث سلامات أحيانا 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 في بعض التسجيلات ظهرت له بيغني فيها ثلاث سلامات يعني هو كان بيحب صوت محمد أنديل جدا وكان بيقوله ده بشكل شخصي كان بيقوله أنت صوتك جميل جدا ومعبر ومؤثر جدا جدا وكان يعني ممكن كتير محدش يعرف ده أنه أغنية على قد الشوك اللي في الورد مثلا الأستاذ عبدالوهاب في الخمسينيات الأفلة بتاع الأغنية استعان بيها الأستاذ عبدالوهاب لمحمد أنديل نفسه لأنه أنديل كان بيلحن فكان عايز أفلة يعني فيها التيمة الشعبية دي للأغنية فطلب من أنديل هو الأستاذ كامالي الطويل أن كل واحد فيهم يحط أفلة مختلفة للأغنية فكان معجب بقفلة محمد أنديل أكتر ودي القفلة اللي تسجلت فعلا في الأغنية لحد النهاية وحضرتك شايف أنه دي كانت بالنسبة للفنان محمد أنديل هي الفترة الزحبية بالنسبة له اللي هي كانت الفترة بتاعت الخمسينيات والستينيات بالزبط دي فترة المجد بالنسبة لمحمد أنديل فترة الخمسينيات والستينيات لأنه الأربعينيات هي فترة البدايات والتكوين في الإزاعة والسبعينيات بداية يعني الفترة انحصار الضوء عنه أو بداية عزلته وبتعاده هو عن الوسط كان فيه أغنية كمان معروفة لي أغنية رمضان الأغنية دكتور جمال سلامة أغنية رمضان من تلحين الدكتور جمال سلامة دكتور جمال سلام بالزبط طبعا دي أغنية معروفة جدا يعني وخلصت حتى بتتزيع دلوقتي كتير جدا في شهر رمضان الكريم الفاكرة أنه أنديل مثلا سجل الأغنية دي في التسعينيات فالملحوظة هنا أنه إزاي قدر يحافظ على صوته منه هو من أول ما بدأ تقريبا من الأربعينيات هو مطربين الأوليالين جدا اللي قدروا يحافظوا على خامة صوتهم طول عمرهم طول الوقت لأنه هو كان بينام بدري دي كانت نصيحه دايما أنه هو كان بينام بدري ما كانش بيدخن خالص ما كانش بيبزل مجهو كتير وما كانش بيرهق صوته في التدريبات الصوتية اليومية كتير يعني هو كان ليه فترات معينة في اليوم الصبح بيدرب فيها صوته وبعد كده ما بيغنيش قدر المحافظة على حنجرته تقريبا من نص الأربعينيات لحد آخر تيترا عمله في 2003 مسلسل الأصدقاء قبل وفاته بسنة اللي هيسمع الأغنية الأولى الأنديل وآخر أغنية مثلا ليه في الأصدقاء مش هيحس أنه فيه فرق كبير ما بينهم في خامة الصوت يعني يمكن آه فقط درجات من صوته لكن بسيطة جدا إذا قرنت بالعمر أو بالمدى الزمن اللي تسجلت فيه الأغنيتين كان عنده حفلات في بلاد عربية وكان عنده جمهور كبير في البلاد العربية وكانوا بيحبوه جدا كلمني شوية عن أهم البلاد العربية أو أكتر البلاد العربية اللي كانت مرتبطة بمحمد أنديل والحفلات المشهورة بتاعته هو كان بيحب الجزائر جدا سافر الجزائر أكتر من مرة كان عنده جمهور كبير هناك وغنى في عيد الاستقلال عندهم وبعد كده كمان كان بيحب المغرب كمان الملك الحسن كمان كانت أمو كلسوم دايما ترشح محمد أنديل إنه هو يغني في الحفلات الملكية في المغرب فرشحته أكتر من مرة للملك نفسه والملك كان معجب جدا بصوته وكان بيحب أغنيه كمان سافر الكويت أكتر من مرة وليه وقع مثلا مشهورة في الكويت أن أغنيته سماح مثلا اللي عملها سنة خمسة وخمسين حصل أن فيه شخصية كبيرة في الكويت كان على خصام مع زوجته فأغنيته سماح كانت لسبب في أنهم يعني يتصلحوا مرة تانية ولما قبل أنديل فكروا بالوقع دي فكان أنديل معجب جدا أن أغنيه حتى بتنتشر برا مصر يعني لها تأثير في الدول العربية كمان كان في أغنيته قولوا لعين الشمس وقولوا لعين الشمس لها قصة مع بليه حمدي ممكن نحكيها للمشاهدين هو كان المفروض أن الأغنية معروضة على محمد أنديل في الأول أنه هو يغني الأغنية وبحس أنديل التلحيني طلب تغيير بعض اللوازن في الأغنية في الأغنية نفسها فيبدو أنه أستاذ بليه حمدي ما اقتنعش يعني أو حس أن هو اللحن كده بالنسباله مكتمل بدون أي تغييرات فراحت الأغنية من محمد أنديل شادية ونجحت طبعاً يعني سواء كانت بصوت شادية أو كانت تتبقى بصوت أنديل هي كأغنية حققت نجاح بشكل كبير فعلاً وسجلوا حاجات بعد كده بسيطة ما بينهم لكن ما أخدتش الشهرة اللي حققتها مثلاً مريك حمدي مع عبد الحليم حافظ أو محمد روشدي مثلاً كان نجاحه معه أكبر من نجاحه مع أنديل تناولت في الكتاب بتاعك حياته الأسرية؟ أه بلتكلمت عن حياته الأسرية بره لتكوين الطفولي أو حياة النشأة وهو اتجاوز مرتين اتنين مرة من صاحبة الملها اللي هو بدأ يشتغل فيه في نهاية الأربعينيات اسمه الكيت كات وهو الفنانة رجاء توفيق تعرف عليها وكانت قصة حب قوية ما بينهم من البدايات فعرضت عليه مبلغ أكبر من الإزعال المصرية وقرر أنه هو يشتغل معاها يعني للمقابل ده وقتها وبعدين بعد قصة الحب دي عرض عليها الزواج فكان شرطه الوحيد هو أنها تقفل الملها ده وأنها تتفرغ للبيت هي وفقت فعلا وتخلت عن الفن تماما في مقابل أنها تبقى موجودة معايا طول الوقت في أقوال أنه هما انفصلوا في بداية الستينيات الأقوال دي مش مؤكدة لأنه زم حضرتك عارفة أنا ما كانش بيتكلم عن حياته الشخصية إطلاق ده عن طريق أصدقاء اللي عارفوه كانوا بينقلوا المعلومات دي وأنا عرفت بعدين أنه تزوج من سيدة برى الوسطة الفني مش فنانة وفضلت معاها حتى منتصف التسعينيات تقريبا ولما توفت زوجته التانية بدأت الأمراض تشتد عليه وبدأ يدخل في حالة نفسية سيئة جدا وفي موجة اكتئاب وهكذا لحد ما توفى في 2004 أخيرا نتكلم عن الغلاف واختيارك للغلاف وحقيقي هو اختيار موفق كلمني شوية عن تصميم الغلاف الغلاف أغد فترة طويلة جدا يعني شهور وده كان تعاون مبيني وما بين الفنان إسلام أحمد مصمم الأغلافة أننا كنا حابين أنه يطلع معبر جدا عن الفترة الموجودة وقتها فهنا مثلا في صورة أنديل في بداية الخمسينيات في التوقيت ده الختم اللي موجود على الصورة ده ختم شركة مصر فون مع محمد فوزي الحمام اللي ورده عشان تربيته للطيور للحمام وحبه للحمام في مصر الجديد بالضبط فيه أربسك صغير في اللون الأحمر ده عشان أنه كان بيحب عمل النجرة جدا ده ممكن يبقى مش باين هيباين في الكتاب المطبوعة في الورقي أكتر اللي ورده صورة متلونة لشارع عماد الدين في التوقيت ده يعني أنت كنت كمان تفاصيل الغلاف مهتم إنها يكون لها علاقة بالحياة وحبه كان لإيه كان بيمهتم بإيه حياته واهتماماته وكده بالضبط الخطوط كمان اللي على الغلاف دي الفنان أو خطات لبناني كبير اسمه علي عاصي هو أكبر خطات لبناني حاليا يعني هو أهداني الخطوط فأنا طلبت منه الخطوط دي تحديدا عشان تبقى شبه الفترة